اشتركوا في القناة ربنا يبارك لك ربنا يوسع عليك ويفوك كربك ويزيح عنك ويريح لك نعم جوزي متزوز علي وتعبني لك الموضوع ده والبيت متضمر بسببه ده حصل من امتى بقى مثلا كان بس انا معرفتش من فترة قريبة لا ما انا معناه معناه يعني انت عرفت من امتى عرفت من شهر مسلا انا عرفت بقى ثلاث شهور كويس طيب فانت بتقولي انا اعمل ايه صح او طب هو موجود معكم في البيت ولا قاعد لا مش موجود لا طيب لا عايش في بلد غير اللي احنا فيها طيب يعني هو عايز في نفس البلد اللي انتو فيها صح لا لا مش في نفس البلد هو عايش في مكان وخمص مكان يعني عايش في قرية تانية او طيب انا عقولك تعملي ايه حاضر بوست سيدة محمد هدلوقتي طبعا كل الارشادات اللي بتبقى في السياق ده السياق اكسبي يعني فكرة الاصراع ما بينك وبين الزوجة التانية لا يا خالص انا ما بحبش الطريقة دي والطريقة دي مش هي اللي تريح قلبك الطريقة اللي تريح قلبك هو ايه هو ان انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدير العلاقة بينك وبين زوجك يعني ربنا هو الذي يمسك بهذه العلاقة بينك وبين زوجك فتعملي ايه تبصي بنت الحلال تعملي ما الله سبحانه وتعالى طلبه منك ان انت تعيشي بالمعروف وعاشرهن بالمعروف تحاول بقدر الامكان ان انت تفعلي ما فيه بركة وفيه عمل يعيد بجمع الاسرة مرة ثانية جوزك راح تجوز تاني مش هقولك انت السبب لكن انت وانتو الاثنين السبب فنعمل ايه مسألة ببساطة خالص انت عليك ان انت تبحسي ايه اللي يريحكم انتو الاثنين وانتو مع بعض فلذلك اول حاجة تعمليها اعودي معاه وتكلمه قولي له سيبك من انك انت متجوز لانه خلاص احنا عايز دلوقتي عايزين ندير انه هو متجوز فكرة ان انت توقفي عند نقطة انه هو ما يتجوز ومتجوز من سنتين فالامر واقع دلوقتي فالحل تعودي معاه وتقولي له احنا عايزين نعيش مع بعض بما يرضي الله يعني ايه بما يرضي الله سيبك من اننا سألت ان فيه زوجة تانية دلوقتي في حياته تقولي له احنا نعودي مع بعض وتعالى نقول ايه تلات حاجات احنا بنحبها او تلات حاجات لازم نراعيها اول حاجة انا عايزة نراعي الخطوط الحمراء ايه الخطوط الحمراء؟ انا مش عايزة حد يعرف حاجة عن بيتي مش عايزة في زوجة تانية دي تعرف حاجة عن بيتي الحاجة التانية انا عايزة عندي خطة احمر ان انا احس ان بيتي تهد وان اولادي متعرضين لخطر فده خطة احمر فده مش انقرب من ناحيته حاجة التالتة ده خطة احمر كمان ان انا عايزة بيتي يكون في سلام وفي امان مش عايزة يبقى فيتهدين طيب في تفضيلات انت لك تفضيلات وانا لها تفضيلات انت عندك خطوط حمر ان انا متصلش بزوجتك الاخرى ممالو فاستعنا ان نحط ايه لخطوط الحمر اللي احنا هنحطها لبعض ونتفق عليها ثم بعد ذلك نيجي نتفق على التفضيلات انت بتحبي ايه وانا بحبي ايه حاجة التالتة ايه الاصول اللي في البيت اللي احنا لازم نحافظ عليها لازم نحافظ على اصول ان احنا نبقى موجودين مع اولادنا لازم نحافظ على اصل ان احنا دايما اولادنا يحسوا بان حياتهم دايما بتتقدم لقدامة بترجعش الورا اصول لازم نتفق عليها يبقى التالت حاجات دي اعودي مع جوزك واتفق عليهم ايه هي الخطوط الحمر وايه هي التفضيلات وايه هي كمان الاصول اللي لازم تمشوا عليها وهم يكاد يكون بالترتيب ده لان الخطوط الحمر ده هتبرد قلبك والتفضيلات دي ترجعكم تاني ان انتوا حاسين ان الجواز ده قيمة اضافية والاصول دي اللي انتوا هتحطوها عشان تحققوا بيها التفضيلات اللي انتوا عندكم وتقدروا وما تتخطوش الخطوط الحمر يبقى ايزا ده اللي انا شايفه وده اللي انا شايف ان انت ممكن تعمليه انا قلت لك امثلة لو عملت كده اظن ان انت حياتك هتبقى افضل نعم